ذكرت هياة النزاهة في بيان لها أن الفريق الذي قام بزيارات لبعض تشكيلات وزارة الكهرباء والوزارات والجهات ذات العلاقة لتحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تلبية الحاجة الفعلية من الكهرباء كشف عن أن مجموعة الأموال المصروفة ضمن الموازنات الاستثمارية لوزارة الكهرباء بين عامي 2006 إلى 2017 بلغت نحو 29 مليار دولار أمريكية أما الطاقة الانتاجية المتحققة فبلغت 16.010 ميجاواط علما أن الطاقة الانتاجية التصميمية لمصروفة هي 33.595 ميجاواط أي أن نسبة الطاقة المتحققة أقل من النسفة وأوضح البيان أن الفريق شخص الكثير من المخالفات في عمل وزارة الكهرباء والنفط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر